اللهم يا ربنا نشهدك ونشهد ملائكتك ونشهد حملة عرشك أننا نحبك ونحب نبيك ونحب أهل بيته الكرام فاللهم انفعنا بهم في الدنيا والآخرة واهدنا يا ربنا إلى سواء السبيل اشتركوا في القناة هو رائد المدرسة المصرية والعربية في النحو اعتبره ابن خلدون أنحى من سيبويه ولكن كان أسلوبه في تدريس النحو سهلا وبسيطا بالنسبة للعامة اليوم نتحدث عن ابن هشام الأنصاري في مصر أرض المجددين تمثل محور مشروعه التجديدي أولا في تبسيط العلوم وفي صياغة جديدة لا تلتزم بمذهب الكوفيين والبصريين والبغداديين بل تستقل وتعطي اللغة العربية سهلة لينة حتى تكون مع الفكر عملة واحدة ألف مغني اللبيب فكان بداية للدرس الفقهي والنحوي واللغوي عبر الكرون رحم الله ابن هشام رحمة واسعة فضيلة الأساس الدكتور علي جمعة أهلا بحضرتك أهلا وسهلا بكم أهلا بكم فضيلة الدكتور لو تحدثنا عن النحوي المصري ابن هشام الأنصاري ومشروعه التجديدي ماذا يقول عنه فضيلة الدكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه ابن هشام الأنصاري المصري كانوا يلقبونه بسيبويه مصر نعم وكان في الدرس النحوي هناك كان مدارس الكوفة والبصرة وبغداد وجاء ابن هشام في القرن الثامن الهجري لأنه توفي إلى رحمة الله تعالى وكان يعني عنده 52 سنة أو 53 سنة سنة 761 761 كان ابن هشام عنده 53 سنة يعني هو مولود سبعمية وتمانية في الوقت ده ابن هشام في هذا العصر كان على قمة تطور الدرس النحوي ولذلك لم يلتزم بمدرسة دون مدرسة لم يأخذ مذهب الكوفيين ولا البصريين ولا الجامعة بينهما من البغداديين في النحو بل إنه تفرد وكأنه مجتهد في النحو العربي علامة فارقة في الدرس النحوي وفي عصره كان ذلك كان تطويرا ونوعا من النقلات الحضارية الواسعة بكتبه المدرسية التي ألفها من أجل أن يبدأ في إعادة صياغة النحو العربي بهذه الطريقة لم يترك التراث بل إنه استوعبه وعصره كما نقول عصرا ولكن مع هذا العصر أداه بطريقة جيدة فألف قطر الندى وشرح قطر الندى وألف الشذوع الذهب وأفاد أجيالا من بعضه ولكن مولانا من مدخل النحو فقط ولا من المدخل الفكري كمان؟ لا هو أصله المشاريع التجديدية بيبقى تملي بنبحثها من خمس حتد من المنهجية ومن المعرفية ومن صياغة النموذج المعرفي المتعلق بهذا المشروع ومن إدراك الواقع بعوالمه المختلفة ومن موقفه من التراث هل هو متمرد؟ هل هو رافض؟ هل هو مستوعب؟ هل هو متجاوز؟ هل هو قد أدرك مناهج التراث وطبقها؟ فلابد من فكر وراء هذا المشروع يعني أدام فيه كلمة مشروع وتجديدي يبقى فيه هذه الخمسة التي يسري فيها الفكر سريان الماء في الورد الوردة وانت بتشمها تلاقي ايه سبب ندوتها وطروتها المية اللي فيها طب المية دي لو تبخرت بتنشف وتصبح غثاء أحوى وتفرفتها في إيدك كده تتفرفت لأنه ما فيهاش مية لأنها جفت لأنها جفت فيسري الفكر في المشاريع التجديدية صرايان الماء في الورد واخد بالك إزاي فبنسأل عن الفكر ونبدأ إحنا نستنبطه من مشروع ابن هشام ابن هشام له مثلا في الأدب شرح قصيدة بانة سعاد اللي عملها كعب بن زهري بن أبي سلمة في متح رسول الله صلى الله عليه وسلم بتدرس حتى دي بتدرس في الأظهر وحتى الآن شذور الذهب وقطر النادى وشرح قطر النادى بندرسه في ابتدائي وفي إعدادي وفي سنوي وكذا إلى آخره ابن هشام نقلة نوعية في الدرس النحوي المشروع بتاعه تعامل مع النحو ومع الصرف ومع الأدب ومع البلاغة ومع اللغة معاملة أولاً الاختيار وليس معاملة التقليد ثانياً إعادة الصياغة يعني صاغ العبارات اللي ممكن تقرأها في الكتاب ليسيبا ويما تفهمهاش جبهالك من أسهل ما يكون وأيضاً أنه اعتمد على القرآن كل الحاجات اللي في القطر واللي في الشذور قال تعالى قال تعالى قال تعالى أدي دول المشروع بتاعه يجي بقى في كتابه الماتع المانع اللي سماه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب يعني أنا هعلمك النحو بس أنا هعلمك حاجة تانية تفهمك اللغة وكل ده خدمة للقرآن ولحضارة المسلمين مغني اللبيب عن كتب الأعاريب المدخل بتاعه إيه؟ المدخل بتاعه الحروف المعاني إحنا عندنا في العربي في حاجة اسمه حروف المباني اللي هي ألف وبه وجيم ودال وهيه وواو كذا إلى أخير الأبجدية الأبجدية تمام ورتبوها الهجائية لكن في حروف المعاني اللي هي الواو اللي هي أو اللي هي ثم اللي هي لعل اللي هي الحروف دي لها معاني وضبط إيه وظيفة الحروف دي؟ ما الذي تفيده وتعطيك من معنى؟ كل فعل له حرف يتعدى به إلى مفعوده فيبقى الحرف ده هل هو مستعمل مع فعله ولا مع غير فعله؟ فيكون هناك ما يسمى بالتضمين إن ضمنت الفعل ده معنى الفعل ده مدخل مهم جداً لأنك تفهم الكلام مدخل مهم جداً إنك أنت تستوعب ما هنالك ثم تصبح بليغاً لما كنا وإحنا صغارين وبعدين يقولك أنت تخرجت منين؟ فتقول أنا تخرجت من كليات الأداب يبقى تردت كده تردت من كليات الأداب لكن تخرجت في كلية الأداب تبقى تعلمت في كلية الأداب فإذا أردت أن تقول تخرجت من يبقى تردوك من كليات الأداب لكن لو قلت تقول تخرجت في كلية الأداب يعني أتمت دراسة يعني أتمت دراسة مغني اللبيب بيوضح لي نيف وثمانين حرفاً من حروف المعاني بعضها على حرف بعضها على حرفين الواو والباء والتاء وهكذا دي حرف واحد الأو وبال مشاء حرفين ثم ثلاثة لعل أربعة لكن خمسة وما فيش أكتر من خمسة وفيش ستة وسبعة وتمانية فيه في الأسماء فيه في الأسماء وفيه في التراكيب عظيم واخد بالك إزاي هنلزم كموها تعداد لها 11 حرف لكن ده حرف اتنين تلاتة اربعة خمسة الحروف حروف المعاني وصلناها احنا بعد ابن هشام ومن هنا ومن هنا إلى تسعين حرف ففيه تسعين حرف في اللغة العربية دي هم معنى بيؤدوا عظيمة لو اكتشفت المعنى ده يبقى اكتشفت اللغة العربية طيب فالتور أساساً حضرتك بعد ما نكتشف المعاني ونكتشف اللغة العربية أهمية أن يكون مع الناظر أو القارئ في التراث هذه الأدوات أو النظارة زي محرك دائماً بيتفضل هذا المصطلح أهمية ده بقى فيه من يتبحر في التراث بعد الفاصل إن شاء الله أرجوكم خليكم معنا على أعتاب باب النصر وقبل الدخول لإلقاء التحية على أرواح خالدة بداخل مقابر الصوفيين حيث يرقد العالم الجليل ابن هشام الأنصاري أو كما لقب من محبيه وتلاميذه أبي محمد فهنا تجد الزاوية الخاصة به في مقدمة شارع مقابر السعداء والتي جمعت العديد من العلماء والشيوخ في نفس المنطقة وتبدو قد مر عليها الزمن فلا تجد لها آثاراً واضحة ولكن تلاميذ الشيخ ومحبيه يدركون جيداً أن علمهم الجليل قد دفن فيها وراءه إرثاً لا يمحى بعلمه الخالد على مدار التاريخ أهلا بكم فالدكتور أهلا بكم مرحبا بعد العرض المتميز الحقيقة والرائق والفائق من فضلتكم لمنجزات ابن هشام الأنصاري في مجال اللغة والنحو هنا أنا بتصور فضل الدكتور أن من يريد الدخول إلى باب قراءة التراث بشكل عام يجب عليه أن يتمتع بهذه الأدوات أن يكون قارئ جيد ليه وملم ومستوعب لهذه الأدوات رأيي فضلتك في الأمر ده إيه؟ وخصوصاً أن بعض من يتناول التراث ويحكم حتى على التراث لا يمتلك القليل من هذه الأدوات وهذه هي المشكلة أنه سيكون هناك حجاب بينه وبين التراث فلا يفهمه فماذا يصنع الإنسان إذا قرأ شيئاً ولم يفهمه؟ يكمل من ذهنه أو يعيبه أو يكرهه لأن المرأة عدو ما لم يعلم ما جاهل هو عدو ما جاهل فإما يكرهه وينبذه ويبقى ضاعت علينا كنوز التراث ومناهج التراث وبريان حركة التاريخ وأصبحنا سطحيين غير قادرين لا على إدراك الواقع ولا على مواجهة المستقبل غير قادرين على التفكير المستقيم لكن لما الإنسان يتمكن من اللغة يفهم التراث بعد فهمه للتراث يستطيع أن يختار من التراث وأن يقبل التراث وأن يرفض التراث بس بعد الفهم أما قبل الفهم فهي مسألة تكاد تكون مسألة مضحكة اللي عمله ابن هشام هو مسألة علمية غاية في ما نسميه في عاصران الحاضر الصناعة الثقيلة هو إيه الصناعة الثقيلة دي؟ الناس قال يعني إيه صناعة سقيلة أو صناعة خفيفة؟ قالوا لو صنعت مادة من أجل أن تصنع مادة تبقى لي صناعة سقيلة يعني إيه أنا بصنع حديد والضرفلة بتاعت الحديد وبعدين أوديها لمصنع السيارات عشان يعمل سيارات أوديها لمصنع البنى عشان يعمل السياخ حديد تدخل في البنى أوديها قاضيته بصناعة سقيلة إنك إنت تعمل حاجة زي عجينة زي مادة أولية صحيح تدخل فيه الصناعات الأخرى فتكون هذه الصناعة صناعة العربيات والتلاجات والطيارات والطيارات صناعة سبقى ليها صقيلة دي صناعة خفيفة نعم مضبوط لكن الصناعة الثقيلة إنك تعمل المواد بتاعتها البتروكيمويات والصل مثلا علشان تطلع منها البلاستيك إلا هيروح بقى طبق بتاع المطبخ وإلا هيروح جزء من الطيارة وإلا هيروح جزء من السيارة ابن هشام قام بصناعات ثقيلة لأنه أعطى لك ما تستطيع أن تفك به التراث وتفهمه بعمق ثم تقوم بعملية الاختيار ثم تقوم بعملية في ناس لا خلاص ما اللي عرفناه عرفناه واللي جهلناه جهلناه وخلاص وإي يعني ونعيش هكذا كده يبقى ضد العلم وضد مناهج العلم ابن هشام تعددت مواهبه وأفاد الناس من بعد بقولك فيه تلت قضايا القضية الأولى إنه كتبه ما زالت تدرس إلى اليوم شرح الألفية لابن مالك ابن مالك كان من علماء قرن السابع وعمل الألفية برضو تهيئة كان خطوة إلى الأمام لضبط ضبط الإيقاع النحوي إن صح التعبير كانوا زمان يهتموا جدا بالكتاب للسيباوية ما عرفوش ألا الكتاب لما جيه ابن مالك عمل الألفية وبن مالك شامي درست الألفية درست حتى في المغرب بقى يدرس الكتاب وتدرس الألفية معهم أي حشة على الألفية بقى كتاب جديد وبدأ ابن مالك بما بذله من جهد في نقلة نوعية فابن هشام ما يسبش الحتة دي بقى ويجي أوضح المسالك في شرح ألفية ابن مالك ويجمع فيه عجائب وغرائب من الكتب لأنه تخصصه بيحترم التخصص نحو وصرف ولغة فيجمع فيه أوضح المسالك ويصبح عندنا بقى في الأظهر ايه من الكتب العالية يقرؤها المنتهي المنتهي آه يعني في الدراسات العليا مش أي حد يقدر نستوعب ما فيه مالك لا ما يقدرش ويجي الشموني ويجي الأشموني ويجي غيرهم يشرحوا أوضح المسالك ده علشان تبقى الكتب بتاعتهم مرجع ده ايه كم العلم اللي في التراز ده مالك واخد بالك ده ده احنا بنتكلم فيه أداة واحدة اللي هي اللغة كم العلم اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي ده 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 في حتة وحدة في الألفية لكن ده احنا بنتكلم فيه تراز آآ آآ كبير ضخم عدد المخطوطات بتاعته دلوقتي تفوق المليون اللي تحت ايدينا غير اللي دمر في الحروب وفي غيرها هذي اللي بتفوق المليون دول ليهوا عنوين آآ أكتر من آآ خمسين ستين ألف عنوان الستين ألف عنوان دول آآ بتعدد النسخ بقى وبتعدد يعني برضة المديح تلاقيها مثلا مليون واحدة دلائل الخيرات تلاقيها اتنين مليون ولا حاجة المصاحف تلاقيهم برضو زي كده فعشرين مليون نسخة معانا دلوقتي في الأرض منهم الحاجات دي الملايين دي من كتاب واحد أو من آآ المصحف الشريف أو هكذا لما تيجي العنوين كده تطلع بتاع خمسين ستين ألف عنوان ده التراص اللي انت بتقول عليه لكن حاجة مبهرة وحاجة تحتاج إلى آآ 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 أن نستوعب ما الذي رأوه حتى نبني على تلك الخبرات وقال لا نهدرها وقال لا نهدر عليه التراب يعني ده الشغل شغل ايه شغل الصناعية واحد صناعية واخد بالك صناعة واحد خبير مش شخص يقف ينكر ما أراد خلاص في ذهنه وكده وعملها في بيته من قبل البرنامج بنص ساعة علشان يقولها من غير إعداد ومن غير تدبر ومن غير أدوات ومن غير حتى هدف كل هذه الأشياء مدمرة لا معمرة طب هل هذا التراص يبني مستقبل ينافس الحضرات في العصر الحديث ولا يمكن بناء المستقبل إلا من الدخول من هذه البوابة من الماضي من منجزات القرن هو مش عشان ماضي هو علشان التراكم المعرفي نعم تخيل كده في علم في العلم الطبيعة إن واحد دلوقتي جاي يقول البخار ليه قوة طب ما هو ممكن نستغله وكل الترتيب البشري الذي انتقل من البخار إلى الكهراء إلى البنزين إلى الكهرباء إلى الزرة إلى الطاقة الشمسية إلى الطاقة النواية أو نهد نظريات فيس غرص عشان قديمة ونعمل نظريات جديدة مساء مش هينفع لازم يتراكم الأمر والمعرفة دائرة ثم تزيد فتزيد فتزيد من الحمق أن تهدم الماضي لابد أن تأخذ تجربة البشرية وتبني عليها وهذا جانب مهم جدا نعم التقينا بالفيلسوف المصري زاكي نجيب محمود في آخر حياته ونضجه بعد أن اطلع على التراث وكان هو في أول حياته ضد التراث وبعدين لما أراه عرف الحكاية فبدأ يرجع نعم فبدأ بعض الناس تحاربه قالوا الله أنت كبرت وخرفت بقى لا هو كبر ونضجت معلومات وراء الحقيقة أمامه فأراد أن يفيد أمته فكتب فيه التراث العربي وكيف نتعامل معه نعم هذه تجربة السنين تجربة الذين احترقوا بالعلم احترقوا بالعلم فهذا ابن هشام الحقيقة صاحب مشروع تجديدي كنموذج يحتذى به عندما نريد أن نبني مشاريعنا التجديدية في عصرنا الحاضر نشكر لفضلاتكم جزيلا شكرا الحمد لله رب العالمين أن جعل مصر في هذا المقام فهي أرض المجددين الحمد لله شكرا جزيلا لفضلتك وشكر موصول لحضركم إلى اللقاء من السلوكيات الخاطئة استخدام الألعاب الجنسية حيث انتشرت هذه الظاهرة عبر الاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة وهو حرام شرعا ولا يجوز استعمال مثل هذا لأن ديننا يأمرنا بالعفاف والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جاء يا رب افتح علينا يا لطيف يا واسع يا قوي افتح علينا وأزل كل ضيق يا رب بسم الله نبدأ وعلى اسم الله نتوكل فاللهم يا رب نجعل يومنا واسعا لطيفا كما هي اسماؤك وصفاتك العلا